اشتركوا في القناة ومن الأسباب الرئيسية للإصابة بمرضها شاشة العظام هو نقص هرمون الأستروجين لذا تجده ينتشر بنسبة عالية عند النساء تصل إلى 80% نتيجة لانقطاع الدورة الشهرية أما عموماً فتختلف أسبابه بين التدخيل ونقص فيتامين D وعدم ممالسة الرياضة يمكن للأفراد تفادي الإصابة بمرضها شاشة العظام وذلك باتباع أساليب وقائية كالتعرض لأشعة الشمس تناول الأغذية التي تحتوي على الكرسيوم وممارسة نشاط الرياضي بشكل منتظم حيث تحافظ التمارين الرياضية على صلبة العظام وقوتها من خلال تمارين تحمل الوزن وهي التمارين التي تحرك فيها جسمك ضد الجاذبية مع الحفاظ على وضع مستقيم وقد تكون شديدة التأثير أو ذات تأثير منخفض أمن الأمثلة على تمارين التحمل، الركض، كرة القدم، المشي، وصعود الأدراج ف30 دقيقة من هذه التمارين يومياً يزيد من قوة العظام تمارين تقوية العظام أو تمارين المقاومة وهي التمارين التي تحرك فيها جسمك لرفع وزن ما أو ضد مقاومة ما وتكون المقاومة هنا ضد الجاذبية وتشمل رفع الأثقال لاستخدام آلات رفع الأوزان استخدام الشريط المطاطي وعادة ما ينصحه بممارسة هذه التمارين يومين إلى ثلاثة أيام بالأسبوع بحيث يتم تكرار كل تمرين من 15 إلى 30 مرة على الأقل يومياً تمارين التوازن والمرونة والحركة الوظيفية من أمثلتها اليوغا والبيلاتس حيث تساعد في تحسين المرونة والقوة والتوازن وبالإمكان القيم بتمارين التوازن كل يوم أو كل ما دعت الحاجة لذلك فأحرص على ممارسة التمارين الرياضية لتنعم بصحة أفضل